كما في قصص الخيال ملك وأمير وتيجان وذهب في الجنازات كما في الأفراح تمثل العائلة الملكية في بريطانيا عنصر جذب لوسائل الإعلام حول العالم وفي البلد عينه ولكن في المقلب الآخر أصوات تنادي بملك آخر إنها جماهير ليفربول التي اختارت لحظة التتويج لكي تتحدى شارلز الثالث المسألة لا تقتصر على موقف اعتراضي لتبذير المال العام كما يرى البعض من الجمهور البريطاني ولكن هي حال المدينة تحديدا فليفربول من المدن التي عانت من التهميش خلال السبعينيات والثمانينيات ظروفها الاقتصادية الصعبة أدت إلى توترات متقاطعة بين الشرطة والسكان كانت تستمر أحيانا لأيام وهذا ما جعل سكان المدينة يشعرون بأنهم غرباء ومنفصلون عن بقية البلاد وساهمت كارثة هيلزبورو في ترسيخ هذه المشاعر المناهضة للمؤسسة الملكية تلك الكارثة التي حدست عام تسعة وثمانين وتعد أعنف الكوارث الرياضية في تاريخ بريطانيا وأحد أسوأ حوادث كرة القدم الطريف في الموقف الاعتراضي لليفربول هو منادات الجماهير بالنجم الاسكتلندي كيني دالجليش ماليكا وانتشرت المنشورات التي تقول هناك ملك واحد هو كيني الملكية في إنجليتيرا هي الملكية الوحيدة في أوروبا التي لا تزال تتوج الملوك في احتفال ديني صورة الشرفة للعائلة الملكية فضحت غياب الأمير هاري الذي جلس في المقاعد الأخيرة لكنيسة وستمينستر الملكية ثابتة منذ أكثر من ألف عام لكن التحديات تزداد مع السنوات ومنها تزايد دعم الأجيال الشابة للنظام الجمهوري ورفض الملكية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن المشاكل ضمن العائلة والعلاقة بين الأخوين وليام وهاري واحتمال أن يهز ذلك صورة العائلة والملكية برمتها